التقى رئيس مجلس دولة السيني ليكوتيان مع نظيريه من جزر الرأس الأخضر وقينيا بيساو بعد ظهر يوم الاثنين في مكة وذلك على هامش منتدأ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الناطقة باللغة البرتغالية قال رئيس مجلس الدولة الصيني ليكوتيان خلال اللقاء مع رئيس وزراء الرأس الأخضر إن العلاقات الدبلوماسية بين الصين والرأس الأخضر شهد تطورا سريعا منذ إقامتها قبل أربعين عاما مضيفا أن الصين على استعداد لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة ورفع مستوى التعاون والعلاقات الثنائية ودفع التعاون والصداقة لإحراز إنجازات جديدة وتحقيق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك من جانبه قال رئيس وزراء الرأس الأخضر إن بلاده تول اهتماما بالغا بمنتدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الناطقة بالبرتغالية وتأمل في تنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الصين والرأس الأخضر وذلك لدفع التعاون بين الدولتين في كافة المجالات هذا وأشر لي خلال اجتماعه مع رئيس وزراء غينيا بيساوا باسيرو داجا إلى أن الصين مستعدة للحفاظ على التبادلات عالية المستوى وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة وزيادة التعاون العملي مع غينيا بيساوا مضيفا أن الصين تأمل في أن تتمكن غينيا بيساوا من خدمة شعبي البلدين وشعوب المنطقة بالاستفادة من منصة ماكاو للتعاون الاقتصادي من جهته أعربا باسيرو داجا عن أن بلاده على استعداد لتعزيز التعاون العملي من أجل دفع تطوير العلاقات الثنائية في إطاري منتدى التعاون الاقتصادي الأفريقي ومنتدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الناطقة بالبرتغالية